موسيقى موسيقى الرئيس السيسي قد مباحة تقم مع رئيس الصيني في بكين ويؤكد الحرص على الوصول بالتعاون التنائي إلى أفاق أرحب مدبولي يتفقد مشروعات مدينة العالمين الجديدة ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التنمية التي تشهدها المدينة موسيقى شكري يمثل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة وثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعاقدة بأدس أبابا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق شركات استراتيجية شاملة محاور ارتكزت عليها مباحثات القمة بين رئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني تشي جيم بينج مباحثات شهدت تأكيد الجانبين على الطفرة النوعية في العلاقات بينهما ورغبتهما في نقلها لأثاق أرحب المباحثات تأتي في إطار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة خاصة من نظيره الصينية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين سعيا نحو الوصول بتعاون التنائي إلى أفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جيم بينج في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين حيث سمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعاد مؤكدا أن الصين تولي لعلاقتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محطها الإقليمية في اليوم الثالث لزيارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين استقبل الرئيس الصيني شي جيم بينج السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات هذا وأقرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمر عمران خان والرئيس شوكة ميرزايف رئيس جمهورية أوزباكستان وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبوظبي والأمير تميم بن محمد ألفان أمير دولة قطر كما أجرى سيادته مباحثات جانبية مع أنتوني جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقامها رئيس الصيني تشي جيمبينج صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين منذ تولي رئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكمة تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي تربط مصر بعلاقات توثيقة معها امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء مشاهدة هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شيجين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت نصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنس الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليه دمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشهيد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصدا سياحيا مهما ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة حيث استمع رئيس الوزراء لعرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة واشدد مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة حيث واجه بتشغيل السينمات والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم مؤكدا ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة كما طلع رئيس الوزراء على تفاصيل تنفيذ استثمارات في ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع المرافق وقطاع الإسكان وكذلك قطاع الخدمات بما تضمهم من مشروعات مختلفة حيث بلغت الاستثمارات التي تم انفاقها بالفعل في المشروعات المنافذة بمدينة العالمين الجديدة حتى الآن 61.9 مليار جنيه ما سهم في توفير 100 ألف فرصة عمل بالمدينة وخلال الزيارة قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة موسعة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشطائية لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات حيث صعد مدبولي ومرافقه أعلى أحد الأبراج في نقطة مشاهدة مرتفعة تطيح رؤية شاملة للمنطقة للتعرف على السير التنفيذ كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشطائية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته هذا واستمع مدبولي لشرح حول موقف تنفيذ الأبراج الشطائية حيث تشهد المرحلة الأولى تنفيذ 15 برجا ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة كما تبع مدبولي موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة مشيدا بجودة أعمال التنفيذ انطلاقة نحو المستقبل وفرصة للتغلب على التكدس السكاني تقدمها مدينة العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط ضمن جيل جديد من المدن الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع تأتي ضمن مخطط الدولة للاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر لتحقيق مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية لقاصديها بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية أهداف كفلها لاختيار المتأني لموقع العالمين الجديدة من حيث قربها من ملاطق التنمية الجديدة الواعية حيث تقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وتبلغ مساحتها الإجمالية تسعة وأربعين ألف فدان وتستهدف استيعاب ثلاثة ملايين نسمة ومن المخطط لمدينة العالمين الجديدة أن تضم أربعة عشر حيا متعدد المستويات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة خمسة ألاف فدان كما تضم مراكز بحثية وجامعات على مساحة ألف فدان ومناطق لوجستية ومناطق صناعية وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تنفرد مدينة العالمين الجديدة باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط حيث تضم المدينة الجديدة أول محطة انتاج مياه للشرب بتكنولوجيا التكثيف بانتاجية تصل إلى مائة ألف لتر مياه يوميا وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العالمين الجديدة وممشى سياحي على مساحة أربعة عشر كيلو مترا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية ومركز طبي عالمي على مساحة أربعة وأربعين فدان هذا إلى جانب محطة لتحلية مياه البحر ومشروع زراعة محاصيل مثل النخيل والزيتون والرومان بالإضافة إلى جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز سياحي عالمي كما يوجد بمدينة العالمين الجديدة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال المؤتمرات من الخارج هكذا تواصل مصر مسيرة تشيد وبناء المدن الجديدة في كافة أرجاء البلاد لتصبح العالمين الجديدة أيقونة البحر المتوسط وقبلة السياحة الدولية والفاعلية العالمية أهلا بكم من جديد افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل أبو شوش مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء وخلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لأحداث التنمية بسيناء مشيرا إلى ما تم إنجزه من مشروعات قومية عملاقة وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدنية من جانبها أشد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مؤكدا أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم في تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرك هذا وأعرب شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء سيناء وصولا لأحداث التنمية الشاملة بها نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير الماضي شملت عددا من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحادات العسكرية والمشروعات التنموية القومية يأتي ذلك إيمانا من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعية لدى كافة فئات المجتمع المصرية حيث تم تنفيذ زيارة لممثل جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمان هور لأنفاق الثالث من يوليو فضلا عن تنظيم زيارة لمدرية الأوقاف بضمياط للعاصمة الإدارية الجديدة وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بضمياط لمدينة العالمين الجديدة وكذلك تنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة يمثل وزير الخارجية سامح شكر مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديسا بابا تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة تداعات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ فضلا عن التكامل الاقتصادي والاندماج القارية وبالعودة مشاهدين إلى خبر زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات نتابع هذا الخبر تحليليا مع الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي الذي ينضم إلينا هاتفيا أستاذ كريم هذه الزيارة وما واجه به رئيس الوزراء ينذر بأن مدينة العالمين الجديدة ستكون مكتملة مع حلول فصل الصيف القادم ما الذي ستضيفه اقتصاديا على المستوى الاقتصادي ليس فقط في فصل الصيف ولكن على مدار العام أيضا طبعا ننكر إن إضافة كبيرة تمثلها المدن الجديدة بصفة عامة وخاصة المدن السحلية طبعا استراتيجية الدولة المصرية هي استراتيجية بناءة والخروج من الوادي الضيط منذ ألاف السنين ومن أكثر من سباح ثلاث سنة وطبعا والشعب المصر كله يعني منحطر فيه وادي النيلة الضيقة الوادي والدلتا وبالتالي احنا شفنا إن فيه توسع كبير نحو الصحراء وبناء مدن جديدة طبعا تأتي أهمية العالمية إن إحدى المدن السحلية اللي يمكن يكون لها أكثر من نشاط اقتصادي مصمر وبناء فيها زي النشاط السياحي وأيضا من نشاط الخدمي وأيضا يعني فيها منطقة سكانية ومجموعة من الجامعات وهي جامعات دولية وهنا احنا برضو نتحدث عن مدى أهمية دخول جامعات دولية بالحجم اللي موجود فيه العالمين الجديدة فيه مجموعة من الجامعات يعني بيتم إنشاءها وفيه مجموعة من الجامعات اشتغلت بالفعل وفيه أيضا يعني اتفاقيات لتنفيذ عدد آخر من الجامعات الدولية اللي بتدي نوع من أنواع التخصصات النبرة أو تخصصات فنية وهندسية وتكنولوجية مرتفعة احنا كنا محتاجينها في بناء الدولة المصرية تخصصات لم تكن موجودة من قبل وكان حتى أبنائنا من المصريين اللي كانوا عايزين يدرسوا هذا النوع من التخصصات كانوا بيسفروا إلى الخارج في بعثات تعلمية ولكن طبعا ما نقدر نقول إن المدن الجديدة يعني ذاتها طبيعة خاصة ذاتها مواصفات خاصة نقول عليها مدن زكية مدن أجيل الرابع ومدن زكية معناه إنه مدن مفاش تلوس مفاش دوضاء كمان حتى كان يعني كان يؤخذ على المنطقة اللي كما بناء فيها مدينة العالمين أو يعني امتداد الساحل الشمالي إنها كانت منطقة طرفهية فقط أو لفترة أفضل فقط لا غير بشين كانت بتعتبر خلال فترة باقي أعوام السنة باقي شهور السنة وباقي الفترات الأخرى وكانت تبقى منطقة شب يعني مهبورة بتبقى فاضية بشكل كامل وبالتالي طبعا ده كان نقضع لها هذه الظاهرة غير جيدة وظاهرة سلبية ولكن العالمين ده هتكون مدينة سكنية يعني هتوبة مثلها مثل الإسكندرية فيها يعني نشاط اقتصادي طول العام فيها ناس تعيش وتتعايش وتعليم ودراسة ووظائف وفرص عمل لأبناء الشعب المصري طول العام وبالتالي ده طبعا هيقل الضغط على باقي المحافظات المجورة والقريبة من العالمين والقريبة من الإسكندرية العمل الجوي يعني التقص في هذه المنطقة في رأيك سيكون عائق خاصة وأن رئيس الوزراء يواجه أيضا بالاستعداد والجاهزية الكاملة للبنية التحتية ليس فقط الأماكن الترفيهية التي تصل إلى مساحات ضخمة أماكن الترفيه والخدمات تصل إلى مساحة خمسة ألاف فدان لكن عمل التقص والأمطار أيضا يؤخذ في الاعتبار عمل التقص في رأيك ممكن أن يكون عائقا لا طبعا عمل التقص ليس عائقا ولكن تعتبر إحدى المزايا طبعا لأن طبعا الساحل الشمالي من اللي تمتاز إن الجو فيه بيكون معتدل جدا في الصيف ويمكن يعني حتى لو فيه أمطار موجودة في فصل الشتاء فأدي أصبحت يعني نقدر نقول عليها أصبحت سمة الطاولة المصرية أصبحت الأمطار موجودة لدينا في الشتاء والسيول موجودة حتى فيه محافظات محافظات الوقت القبلي ومحافظات الموجودة على البحر الأحمر وبالتالي طبعا إحنا لما نيجي برضا زي ما قلت هي مدينة جديدة يعني بيتم تلاشي كل العيوب اللي موجودة في المدينة القديمة يعني هيكون أكيد وبالفعل نتيجة الإنفاق الضخم والأسليب الحديثة اللي استخدمت فيها العلمين الجديدة أنك لازم يكون فيها بنية تحصية تستوعب وتتعامل مع الأمطار الغزيرة اللي ممكن تحدث فيه فترات يعني فترات عدة طول السنة وبالتالي طبعا يعني إن ما هو صعب أو ما هو يعني كمعائف أمام الإنسان مقدر نقول إن التكنولوجيا وفتقدم الآن أصبح يعني يضوعوا لي خدمة المواطنين وخدمة المجتمع أشكرك جزيلا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي وعلى همش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي بحث وزير الخارجية سامح شركري مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مستجدات الشأن الفلسطينية وخلال اللقاء أكد شكري موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية مشددا على همية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نظمت بعثة مصر دائمة لدى الاتحاد الأفريقي بأدس أبابا جلسة نقاشية بمقار الاتحاد الأفريقي تمهيدا لإطلاق سلسلة من الفعاليات التي تعتزم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة وذلك في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ركزت الجلسة الأولى على التعريف بأولويات الرأسة المصرية في مؤتمر المناخ حيث أكد سفير محمد جاد سفير مصر لدى إتيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي الأهمية التي تليها القارة الأفريقية لموضوعات تغير المناخ باعتبارها القارة الأكثر تضرورا من تبعات تغير المناخ والأقل تساببا فيها مشعددا على حرص مصر على إحراز تقدم في كافة مسارة التفاوض الخاصة بتغير المناخ أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والهلاجية لخمسة ألاف مواطن بالمجان في محافظة البحر الأحمر ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم عقد 83 ندوة تثقفية إلى جانب 210 لقاءات للتوعية المجتمعية من شخص لشخص وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد أكد رئيس العرقي برهم صالح ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة لا تقضع لضغوط خارجية وليس عليها وصغية من أحد مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا جاء ذلك خلال كلماته بمناسبة يوم تأبين الشهيد العرقي حيث شدد الصالح على الحاجة لمراجعة جدية لمجمل الوضع السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد يدعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس جمهورية وحكومة تحقق الطموح الوطنية وتطلعات الشعب من جنبه أكد الرئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة مشددا على أن هناك فرصة كبيرة أمام العراق للنهوذ بكل المستويات كما أشار القادمي إلى التحديات التي تواجه بلاده مشددا على أن هناك رغبة دولية بوضع العراق أمام الاستثمار الاقتصادية هذا وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق على أعتاب مرحلة جديدة وعلى تامي الاستعداد ليكون قبلة للمنطقة والعالم كما شردد الحلبوسي على ضرورة أن يكون هناك تداول للسلطة دون تهديد ومشيرا إلى أن الفرلمان أصبح أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة تواصل فرق الإغاثة جهدها المضنية لإنقاذ الطفل المغربي ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في سباق محموم مع الوقت بينما تتعقد عملية الحفر في الأمتار الأخيرة للوصول إليها هذا ولجأ المقذون إلى الحفر اليدوي طوال الليلة الماضية وحتى الآن بسبب مخاوف من انهيار التربة خلال عملية الحفر وبالتوازي تواصل خلية أزمة مغربية تعمل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للطفل مؤكدة أنه مزال على قيد الحياة بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا تعزيزات العسكرية الروسية على طول حدود أوكرانيا والقطوات التي تتخذها كييف وواشنطن لتشجيع موسكو على اتباع ديبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الأكراني ديمترو كوليبة وخلال الاتصال أطلع بلينكين كوليبة على مشاركته الأخيرة مع نظرائهم الروس والتي أكد خلالها استعداد واشنطن لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره البولندي ديبينجيو راو مسألة التعزيزات العسكرية بالقرب من أوكرانيا بالإضافة إلى أمور سياسية واقتصادية ومناخية جاء ذلك خلال لقاء عقد في واشنطن في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبولندا حيث تم مناقشة قضايا الأمن الجماعية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الالتزام المشترك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية غير المبررة وشدد بلينكين خلال اللقاء على همية العلاقات الثنائية كما شكر بولندا على قيادتها في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلس نيتو وعملها كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022 أفاد المتحدث باسم الجيش البولندي براغنسلاف لتشناسكي ببدء نقل التعزيزات الأمريكية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من توتر الروسي الأوكراني وأوضح لتشناسكي أن طلائع الجنود وصلت إلى مطار يسيونكا في جنوب شرق البلاد مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية وقوامها 1700 جندي ستصل قريبا أكدت وزارة دفاع الكندية إرسال مساعدات عسكرية غير فتاكة إلى أوكرينيا لدعم قواتها وذكرت وزارة في بيان لها أن إرسال المساعدات العسكرية لأوكرينيا يأتي في إطار ما أعلنت عنه كندا مؤخرا من دعم فوري لكييف مضيفا أن المساعدات تتضمن معدات الحماية الشخصية ومعدات الاستطلاع والمراقبة أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن جائحة كورونا بدأت تنحصر في فرنسا لكنها لم تختفي بعد هذا ودعت الهيئة الفرنسية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية على الرغم من تباطئ وتيرة تفشي الوباء وتراجع معادل الإصابة بنسبة 8% وذكرت الهيئة أن مؤشر متابعة انتشار الوباء يشير إلى تفاع في الإصابات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمرهم 70 عاما في غالبية المناطق أعلنت السلطات الروسية تسجيل أعلى عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع استمرار انتشار المتحور أومايكرون وسجلت روسيا 277 ألفا و282 حالة إصابة جديدة فيما أعلن الفريق الحكومي الروسي المكلف بمكافحة الجائحة تسجيل 714 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة تجاوزت 30 ألف إصابة لأول مرة وسط انتشار سريع لمتحور أومايكرون وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 36362 إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 971 ألفا وثمانة عشرة حالة وأشرت الوكالة إلى تسجيل 22 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 6858 حالة وفاة أعلنت اليابان تسجيل زيادة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع أكثر من 100 ألف حالة إصابة يأتي ذلك مع استمرار انتشار المتحور أومايكرون وتخضع معظم مناطق اليابان في الوقت الراهن لإجراءات تهدف لمكافحة العدوى للحد من انتشار أومايكرون بين السكان الذين تلقى أقل من 5% منهم جرعات تنشطية من اللقاحات المضادة لكورونا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن زيادة تعريفة ركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيز بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أن تعريفة ركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيز بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة ومشددة على تكثيف الحملات التفتشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة ركوب المقررة تتواصل فعالية معرض قهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي حقق كثافة جماهيرية ضخمة يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس وللمزيد ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري كريم فيبرز من معرض القهر الدولي للكتاب تحتي لك كريم وصف لنا الأجواء لديك الآن ومدى الإقبال الجمهوري اليوم على معرض القهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين نعم تحياتي لك تحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى تلفزيون المصري بالفعل الإقبال كبير جدا في إزدياد ملحوظ جدا عن الأسبوع الأول في معرض الكتاب في نسكته الثالثة والخمسين ربما اليوم هو الأكثر إقبالا الأمس فقط كان هناك الإقبال وصل لما يقرب من ثلاثمائة ألف زائر فقط أمس لمعرض الكتاب في نسكته الثالثة والخمسين واليوم ربما حسبما رصدت ستكون الأعداد تقريبا متماثلة أو ربما في زياد أكثر من أمس ربما هذا يرجع بالطبع لانتهاء الامتحانات وإجازة نصف العام للمدارس وأيضا للجامعات هذه النقطة أما النقطة الثانية على مدار الأيام حضرنا الندوات التفقيفية المختلفة هنا في معرض الكتاب ولكن اليوم هي ندوة خاصة وفريدة من نوعها وهي ندوة عن كتاب الراحل الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رذق بعد أن وفته ألمانية في أول أيام معرض الكتاب أو قبل معرض الكتاب وكان هناك ندوة بالطبع الآن تناقش هذا الكتاب وهو رحلة الخمسين وهذا الكتاب الذي يناقش الفعاليات أو ما رصدته أعين الأستاذ ياسر رذق لي ما حدث في مصر منذ غض ثورة 25 يناير وأطلق عليها غضب يناير حتى 36 وحتى ثورة 36 نقش من خلال هذا الكتاب وهو الجزء الأول حسب تعميره قبل أن يتوفاه الله وكان بالطبع هناك جزء ثاني وثالث ولكن بالطبع لم يستطع الأستاذ ياسر رذق أن يكمل هذه المسيرة ولكن هنا في هذه الندوة ناقشة فيها الأستاذ سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وأيضا الأستاذ عماد حسين وهو بالطبع رئيس تحرير إحدى الجرائد الخاصة لناقشه هذا الكتاب وبنود هذا الكتاب وما ورد داخل هذا الكتاب وحضور كثيف ربما من أكثر الندوات حضورا في حقيقة الأمر في معرض الكتاب ولكن أيضا على الجانب الآخر هناك ندوات خاصة بالإعلام وتأثيره على المجتمع بشكل عام ومناقشة القضايا المختلفة تقوم هذه الندوة في جناح الأزهر هنا في معرض الكتاب وإذا تحدثنا في نهاية الأمر عن الإجراءات الترازية الخاصة خصوصا في الإقبال المتزايد الكبير جدا في معرض الكتاب في الأسبوع الثاني وقبل أيام من أن يغلق معرض الكتاب أبوابه لمحبي القراءة والثقافة هناك بالطبع توجيهات دائمة من مكبرات الصوت لالتذاء الكيممات وفي محاولة توجيهات أيضا للتباعد الاجتماعي خصوصا في ظل هذا الازدحام الكبير ولكن هذا المعرض في هذه النسخة المختلفة يضم الكتب والثقافات من جميع الأعمار من جناح الطفل وحتى كبار الكتاب والشباب شكرا جزيلا مرسلنا كريم بيبرس كنت معنا من داخل مقار إقامة معرض قهر الدولي للكتاب في دورته الثلاثة والخمسين ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه يتم حاليا تواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع والتي تحمي العنوان مصر تستطيع بالصناعة وخلال لقائها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم الحرصة على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج بما يحقق أفضل شائع في المشروعات القومية تأتي تلك الزيارة في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع المحاور الرئيسية الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع أنه يجرى حاليا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصدرات أو الوردات وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصرية من المنتجات الرديئة غير المتابقة للمواصفات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عددا من معامل الاختبار بالهيئة وكذلك وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك عقد أول اجتماع بالمقر الجديد لوزارة البترول وتروى المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتراول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبعي إلى جانب مناقشة خطط التوسع في استخدام الغاز الطبعي المضغوط لتموين السيارات في إطار الخطة الاستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بصفة عامة وبالأخص اللي احنا بنكلم فيه مشروعات القيمة المضافة ولا سيامة التوسع في تحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي طبعا ده علشان خاطر نعظم الاستفادة من مواردنا الطبيعية زي الغاز الطبيعي فإحنا في إطار هذه الخطة القومية والمبادرة الرئاسية لزيادة عدد السيارات المحاولة للعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي التوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهام بالاتجار في البشر وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بدار الإيواء وما شهد به مجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الدخلية فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين والأخصائين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسية ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبين القباج أهمية الدور الإنساني الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر وشاركة المثمرة مع الهلال الأحمر المصري جاء ذلك خلال استقبال القباج وفدا من البعثة الإقليمية لللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كاربوني حيث استعرضت الوزيرة جهود الهلال الأحمر المصري منذ بداية جائحة كورونا واستجابة المتطوعين في جامع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربية ينقش المؤتمر أربعة محاول رئيسة هي ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربية ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربية وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار نهاردة بنطرح القضية بشكل أكثر عملية وأكثر تشاركية مع بعضنا البعض نحن بنؤمن أن محو الأمية أو تعليم الكبار ليس محو الأمية فقط تعليم الكبار هي عملية مستمرة من التعلم ومن تعزيز الثقافة ومن تحسين الوعي الزائف ومن اتجاهات صحيحة للمجتمع ومن الرقمنة فنأخذ منظور تنموي للتعامل مع قضية تعليم الكبار نركز على الفئة العمرية من 15 إلى 35 وهو السن اللي لسه موجود فيه شباب اللي بيعزز كل مكان أكثر تعليماً حي أصبح وعياً أكثر تفاهماً للآخر أقل تطرفاً في الفكر فالنهاردة بنتكلم على قضايا مرتبطة أيضاً بالأمية زي قضايا العملية للأطفال الزواج المبكر الزيادة السكانية نحن النهاردة بنتكلم على مفهوم أوسع لتعليم الكبار بنتكلم على محو الأمية الهجائية بنتكلم على محو الأمية الحضارية بنتكلم على محو الأمية الرقمية ويمكن التوجهات الجديدة اللي بتنشطها مصر الآن في مجال محو الأمية وتعليم الكبار كان نتاجها أن مصر تفوز بجائزة اليونسكو العالمية في مجال محو الأمية لعام 2021 هذا الموضوع بيأتي مواكباً للجمهورية الجديدة إزاي نحن نطور من مفهومنا عن تعليم الكبار تعليم الكبار ليس هو محو أمية فقط وإنما تعليم الكبار هو مهارات حياتية وتقنية وتكنولوجية بنقدر أن نحن فعلاً بنسهم كطربويين وباحثين في مجال تعليم الكبار في مصر والوطن العربي إزاي فعلاً نحن نقدر نعمل نوع من أنواع التشبيك والتكامل بين المؤسسات كافة علشان في الآخر نقول أن نستثمر في البشر شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أهمية توعية المواطنين بمفهوم تنمية المستدامة وكيفية تطبيقه من خلال الممارسات اليومية وتأسيس النشئ عليها وخلال لقائها المنصقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا والممثل المقيم للأمم المتحدة كاستشاري دولي في مجال التنمية أنتونيو فيجلانتي أشارت تأفؤاد إلى تجربة الوزارة في قرية صفت طراب لتحولها لقرية مستدامة كنموذج تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشددت على أهمية دمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وتدريبه على إدارة المستدامة للموارد الطبعية من جانبها أكدت المنصقة المقيمة للأمم المتحدة سعي المنظمة لاستفادة من الخبراء للوصول لأنسب الطرق لمواكبة احتياجات الدول وطبيعتها ومنها التعاون مع مصرف في تنفيذ مبادرة حياة كريمة هذا وأشهد فيجلانتي بالمشروع التجريبي لوزارة البيئة بصفت طراب مطالبا بتكرار التجريبة بقرى أخرى وعلى نطاق أوسع نظمت في محافظة الغربية قافلة طبية بقرية شرشابة مركز زفتة في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة بالتنصيق مع عدد من الجهات وتجتمل القافلة على جميع التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف على المواطنين بإجمالية 443 حالة وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجماعية كما تم على هامش القافلة عقد ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان التدي يواصل منتخب مصر مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وبعد تخطيه المنتخب الكاميروني صاحب الأرض يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغلي الأحد بطموح تحقيق البطولة الثامنة للفراعنة من ترويع الأفيال الإفوارية مرورا بالتغلب على أسود الأطلس المغربية وصودا إلى ترويد الأسود الكاميرونية وإقصائها من كأس الأمم الأفريقية يتبقى لمنتخب الفراعنة خطوة واحدة على حصد البطولة الأفريقية الغائبة عن القاهرة منذ إحراز بطولة عام 2010 في أنجولا المحطة الأخيرة في البطولة يواجه فيها لعب منتخبنا الوطني المنتخب السنغالي في تمام التاسعة مساء الأحد وسط رقب وطموحات كبيرة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة الذين لم يكن طريقهم إلى المباراة النهائية مفروشا بالورود قبل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهاء البطولة مسجلا بذلك رقما قياسيا فأصبح أول منتخب في تاريخ القارة السمراء يخوض ثلاث مباريات مدتها 120 دقيقة قبل المباراة النهائية 630 دقيقة كاملة لعبها المنتخب الوطني في البطولة دون احتساب الوقت بديل الضائع قبل موقعة أسود الترينجا وسيرتفع رقم إلى 720 دقيقة على الأقل وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة ما يعكس الإرادة الكبيرة والروح القتالية لمنتخبنا الوطني يعد الفوز بلقب الأميرة السمراء من خلال النهائي قوي بين مصر والسنغال أمرا غير عادية وذلك في ظل صراع المشترك بين نجم ليفربول محمد صلاح وزميله السنغالي سيد يوماني الطامح لتحقيق اللقب القاري الأول مع منتخب بلاده مواجهة خاصة تجمع بين النجمي فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والسنغالي سيد يوماني في نهاية كأس أمم أفريقيا ويسعى ثناء الريد لتحقيق الفوز في النهاية الأفريقية بطموح الضفر بالنجمة الثامنة لمصر أو الأولى للمنتخب السنغالي موسيقى 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 كل توفيق لمنتخبنا الوطني في الغد بإذن الله مشاهدين وصلنا إلى ختام نشراتنا وهذه يعني من الأخبار موسيقى الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة مع رئيس صيني في بيكين ويؤكد الحرص على الوصول بالتعاون الثنائي إلى أفاق أرحب موسيقى مدبول يتفقد مشروعات مدينة العالمين الجديدة ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التنمية التي تشهدها المدينة موسيقى شكري يمثل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بآدثة البابا موسيقى موسيقى مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء موسيقى موسيقى